اجتماع في مدينة بروكسل يضب كبار المانحين وعددا من وكالات الإغاثة الإنسانية الكبرى في العالم حيرة كبيرة تصيب المنظمات الإنسانية بسبب صعوبة الوصول إلى المستفيدين في اليمن جراء نهب الحوثيين للمساعدات والعوائق التي يضعونها في طريق العاملين في هذه الحياءات الدولية يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيا عبد الملك اعترف بأن مسؤولين حوثيين تلاعبوا بالمساعدات الإنسانية قائلا إن اتهامات جماعته لبرنامج الغذاء العالمي غير صحيحة في إشارة إلى اتهامات لقادة حوثيين للبرنامج بأنه وزع مواد غذائية فاسدة طرق الإعاقة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي بحق المساعدات تؤثر على أكثر من ستة ملايين يمني كان يمكن أن تصل إليهم هذه المواد بحسب تقرير قدم إلى مجلس الأمن مؤخرا لكن الميليشيا تزعتها من أفواههم لتمويل الحرب وصلت هذه العوائق ذروتها حين شكلت ميليشيا الحوثي في نوفمبر الماضي مجلسا أعلى لإدارة وتنسيق المعونات الغذائية المقدمة من الجهات الدولية لم تكتفي الميليشيا بمحاولة إدارة المعونات بل فرضت ضريبة على كل وكالة إنسانية عاملة في اليمن تصل قيمتها إلى 2% من ميزانيتها التشغيلية يقول الحوثيون إن هذه الضريبة ما تزال مجرد اقتراح بيئة عدائية جدا هذا ما وصف به أحد مسؤولي الإغاثة عرقلة دخول ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية إلى اليمن كما جاء في تقرير على موقع بي بي سي قلق واسع لدى المجتمعين في بروكسل قد تنعكس نتائجه على اليمنيين فمخرجات هذا الاجتماع مفتوحة قد تكون تخفض المساعدات أو تعليقها تماما في وقت سابق وصف مارك لوكوك منسق الإغاثة في الأمم المتحدة المساعدات في اليمن بأنها أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم هذه العملية توشك أن تنهار اليوم ومعها قد ينهار آخر جسر غذائي مع العالم فهل يواجه اليمن مأساته وحيدا؟ اشتركوا في القناة